طبعا أنا ضعت في هذا العالم الجميل برزت صيحة النظرات الشمسية بالحجم الكبير في عدد من عروض أزياء 2020 تستمر هذه الموضة لتكون الموضة الأبرز في 2021 يلجأ إليها كثيرون كنوع من الحماية من كورونا لتغطية مساحة أكبر من الوجه وخاصة ذات العدسات الفاتحة للمزيد ينضم إلينا خبير النظرات عديل سلامي أهلا بك معنا في صباح العربي وكل عام ونتب خير في خلاص صياني على السنة الجديدة ويعني خلينا نتكلم عن الأبرز لعام 2021 ما هو الجديد المختلف عن 2020 المختلف زي ما حضرتك تبضلتي هم النظارات الأحجامها بتكون كبيرة يعني مربعة مثلا عندنا بعض الأشكال ممكن خلينا نستعرضها أنا حبيت ذي صراحة وهي نظارة كمان بس ذي مربعة تعتبر تعتبر مربعة وكمان الماتيريال كمان جديد كبيرة شوية لا بس حلوة طيب هي المشكلة الكبيرة حلوة بس يعطيك شعور أنه مش المعتاد عليه الطبيعي يعني كأنها غواص كأنها للشوقف للتصوير مش للاستخدام اليومي صح ما هي الموضة الحين مثلا فيه نظارات كلاسيكية على حسب اللايف ستايل يعني كل شخص شو متطلباته بغض النظار مثلا هما كلهم طبيات كلهم بيحموا من الشمس بس في ناس عندهم هواية نظارات بيحبوا يطلعوا من النظارات الكلاسيكية التي بتكون معتادة مثل النظارات العفيوتر نظارات الدائرية فلو شفتي مثلا صارت إضافات لأنها أكسيسوريز صارت إضافات اللي هي السلاسل درجة أكثر السلاسل دي مستمرة معنا بقالها كذا السنة يعني بس القبل كانت مثلا تكون نظارة لحالها والسلسال مثلا أكسيسوريز بيكون مثلا لحاله بتركبه بس هذا صار كوليكشن كتير حلوة بس شفتي اللون والله حلوة أنا استغربت أنا لو شفتها في المحل ما كان يعني ما استغربت بس توحشهم بس لأ طالعا نايس لطيفة هي 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 اللون كمان مثلا ألوان شتوية بتلاقي الألوان اللي بتكون خفيفة زي أي الألوان مثلا مثل هذا اللون مثلا هذا ممكن تلبسيها مثلا على فكرة على طول يعني في السيارة مثلا في أماكن المغلقة فالألوان هذه بتكون كتير مريحة طيب يعني الوجوه تختلف يمكن الحد وشه مدور حد وشه طيوال يعني كل واحد غير أي واحد بي ناسب يعني فيه نظر يعني اللي بيليق على أحلام ممكن ما يليقش عليها والعكس يعني اللي ممكن يتناسب مثلا مع المدور يمكن المدور البيضاوي هو دائما بتعكسي إذا مثلا الواحد وجهه مثلا بيكون مثلا على شكل مستطيل يلبس مثلا البيضاوي إذا حدا مثلا وشه دائري أو ماسي ممكن يلبس النظارات اللي بتكون مربعة بس احنا يعني أنا وشي يمشي معي أنت الحين مثلا هذه كتير حلوة مثلا أكتر من المغلقة وعلى فكرة مثلا أعطيك مثلا هذه النظارة شوف مثلا على فكرة حتى اللون يعني اللون بيلعب كتير دور مثلا النظارة الغامقة بتغير شكل الوجه غير مثلا بتكون النظارة فاتحة ولونها خفيف فمثلا هذا اللون أنا أعطيتك هذه النظارة يمشي مع لون البشرة لون البشرة في عوامل يعني كتير مش بس نظارة عقباكي ولا لا أعتقدت كمان لها دور لو أنت تصلح لي بالشخصية يعني مثلا في ناس بتلبس النظارة اللي تخفي هم مين وياخدوا راحتهم في الأماكن العامة مثلا يحاولوا يغمقوا ويكبروا بس في المشكلة في الأماكن العامة ما فيك تلبسي مثلا نظارة غامقة كتير فها تصير صعوبة فأحنا مثلا وكمان زي ما قلت لك مثلا في الوقت الشتاء الناس بتفضل النظارات الخفيفة لأنه بيكون الجو مثلا مرات مش طيب نصايح تقول لنا لا تشتروها هذا السيزن أبدا حتى لو شفتوها الناس بتلبسها أو موجودة عندكم في المحل أنت ما بتفضل إنه الناس تلبسها صراحة بتحسنها على الفاضح تشتريها أو إدمت مثلا النظارات الصراحة الحين يعني في الماركت إحنا صار الماركت هو اللي بينتج متطلبات للناس يعني مثلا كل النظارة تقريبا لها زبوء لها عمر معين فيها ناس مثلا بتحب ترجع الكلاسيك دي مش ماشي خالص هذه شوف مثلا أعطاتك عمر أيها هذه فوق مثلا مع أنه هي درجة يعني يعني عشرين عشرين كل الناس لبسة منها بس لازم الواحد ياخد اللي ينسبه وينسبه الشو دلوقت البس الأي كات الأكبر الكات آي درج بس مثلا الكات آي أنا بحثه مثلا شخصيا بأنه بيعطي عمر شوي لأن تعرف الكات آي رأي كلاستيك يعني تحكي على مثلا ستينات كان طالع الموديل لا في موديل مختلف عندي آي كات أنا بشتري منهم في موديلات مثلا هذه جربي هذه كمان بتكون أكبر شوي بس على فكرة حتى اللون مو حلو عليه مثلا جربي هذه هذه ممكن كتير قوية يا ناس كتير قوية الشمس بس على فكرة بس الفريم كمان الألوان بتختلف يعني موضة الصنائهية الألوان من هنا بس هذا هذا إذا عندك مثلا ثلاث أربع نظارات مو حتى تلبسي مثلا كون النظارات فبالأخص النساء بيحبوا تغيير الشكل على حسب لبسك على حسب طلعتك على حسب حضورك أيها طب كمان خلينا ندي حق للرجال يعني آخر حق لأنه وقتنا خلص ممكن أتجرب هذه ويقولين أنت رأيك مثلا حب النظارة آه حلو هذه كلاسيك على الرجال هذه كلاسيك بس موديل هو قديم مثلا العدسات إذا البس مثلا لون ثاني ممكن يجي كتير أغريسيب بس هذا بيبين يعني بهذه الشخصية طيب ومثلا نشوف السكوير اللي هو كمان دارج يلا آخر واحدة آخر واحدة هذه رجالية هذه رجالية حلوة بس لو شفت في السوشال ميدا الآن كل شيء صار بيلبس هذا صار مربع كبير شكرا جزيلا لك خبير النظارات على هذه النصائح واختيار النظارة المناسبة لكل شخص عديل سلامي شكرا 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 شكرا